رغم طي صفحة داعش منذ سنوات ما زالت معاناة النازحين العراقيين مستمرة فهذا المخيم جنوب الموصل اضطرت مئة الاسر النازحة لتركه الى نزوح جديد بينما تواصل السلطات اغلاق المخيمات في جميع انحاء البلاد الله وكيل سكن ما عدنا ما لحقنا نلقي السكن ما لحقنا هم له شهر شهرين منطينا ما انطونا فرصة ما انطونا جبر تطلعون جبر كانت منع المشاعة اليوم طوعية هي ما طوعية هي جبرية جبر طلعونا هي جبر ما طوعية ويبقى نحو مائة الف نازح معرضين لخطر التشرد بعد ابلاغهم باغلاق المخيمات بحلول نهاية الشهر الجاري فيما اعربت المنظمات الانسانية عن قلقها البالغ بشأن مصير هذه العائلات في ظل انتشار فيروس كورونا وبداية فصل الشتاء بناء على عمليات اغلاق المخيمات السابقة نعلم ان ما يقرب من نصف الاشخاص الذين اجبروا على مغادرة المخيمات العام الماضي انتهى بهم الامر الى النزوح مرة اخرى في حين ان نصف الذين عادوا الى مناطقهم الاصلية لم يجدوا سوى منازل مدمرة او مهدمة وتؤكد وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية ان العائدين سيحصلون على مساعدات غذائية لمدة عام في مناطقهم الاصلية في حين تقول منظمات الاغذة انه سيكون من الصعب الوصول الى الفئات الاكثر ضعفا واحتياجا وان البعض يواجهون العنف والاعتقال عند عودتهم الى ديارهم اشتركوا في القناة